أهلا وسهلا بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم 60 دقيقة النهاردة هنتكلم معاكم في موضوع جديد جدا موضوع يهم كل مصر احنا بنتكلم النهاردة عن الجندي المجهول الحقيقي في كل أزمة في حياتنا أزمة في حوادث، أزمة في كورونا، أزمة في مرض معين يعني احنا بنتكلم عن أكبر حاجة هي موجودة وسط كل بيت بس احنا دايما ما بندهمش حقهم وإحنا بنتكلم النهاردة عن هيئة الإسعاف وبنتكلم برضو معانا عن جمعية الهلال الأحمر الناس الموجودة معانا دايما واللي هم موجودين في كل أزماتنا وفي حياتنا وهم ورا السطارة دايما ما حدش بيتكلم عن دورهم الحقيقي الدور اللي هو همزة الوصل ما بين المريض وما بين الدكتور اللي هو أكثر الناس تعرضا للأمراض والمشاكل والأزمات الكبيرة اللي احنا ما بندهمش دايما حقوقهم وبنتكلمش عنهم وما بنقولش هم مئي دورهم الحقيقي اللي موجود معانا في مصر فنهاردة هنرحب بديوفنا معانا الدكتور أحمد العزب رئيس قطاع العمليات والنقل وهيئة الإسعاف أنا مسار مع حضرتك يا فندم وبنرحب كمان بدكتور رامي الناظر المدير التنفيذ لجماعات الهدى الله أنا مسار هنبدأ مع حضرتك يعني كنا عزين نعرف حضرتك هي الدولة بتقدم إيه دور الدولة مع هيئة الإسعاف أو إيه الحاجات اللي بتخفارها الدولة دايما بهيئة الإسعاف موسيقى فندم هي هيئة الإسعاف دي هيئة تابعة لوزيرة الصحة وإحنا مشغلين تحت إشراف الوزارة الصحة إيه الحيئة بتتلقى موازنة ببدايتها كاملة من الدولة آآآآآآآآآآآآآآ كل موسطات الدولة بنتعاون معاها وبتتعاون معانا بحيث إنا إحنا نقدر نوصل لمنظمة الإسعاف للمستوى الأكفى علشان نقدر نوصل للمرضى والمصابين في كل وقت فأسرع وقت ممكن تمام يعني إحنا كنا برضو حبين نعرف إنهم هل مثلا الدولة بتساعد في موضوع ان احنا مثلا قزمة زي كورونا بيبقى فيه مساعدات زيادة او ميزانيات اكتر للهيئة الاسعاف الكلام ده بيبقى موجود من الدولة بيتقدموا لهيئة الاسعاف او الموازنة بتاعتها تبقى سابتة بالنسبة لا فان موازنة هيئة الاسعاف دي موازنة متغيرة سنويا طبقا الاحتياجات هيئة الاسعاف المصرية يعني هابنعمل الموازنة بتاعتنا بنقول فيها احتياجاتنا في السنة الجديدة وبنعرض الموازنة بتاعتنا على وزارة المالية وزارة المالية بتوفر لنا البند المالي الذي يصبح بتحقيق احتياجاتنا اللي احنا محتاجنا لما بيحصل أزمات وكوارث فجأة زي الأزمة كورونا لما حصلت مرة اللي فاتت احنا بالتنسيق أو بتعليمات معالي الوزيرة طبعا توفر لنا كل الحاجات اللازمة للتعامل مع أزمة كورونا من خلال وزارة الصحة والموازنة بتاعت اللي جاي من وزارة المالية لتمويل كل ما يتعلق بمكافحة العدوى للتغلب على أزمة كورونا طمام يعني ده بما أننا هم نتكلم عن العدوى نروح للدكتور رامي كنا عايزين نعرف الجمعية ليها دور في الأزمات الموجودة دور فعال هو بيقدر يساعد فيه في الأزمات زي أزمة كورونا زي الأزمات الحقيقية الزلازل الكلام ده بس هنتكلم أكتر عن أزمة كورونا طب أنا يعني جمعية إله الأحمر المصري جمعية تصنيفها اسمها جمعية وطنية تعمل كجهاز مساند للسلطات العامة في أثناء الأزمات والكوارث والحروب كمان لأن هي الجمعية الوحيدة في العالم المصرح لها أنها بتعمل في أثناء الحروب من ناحية الإسعاف المرضى أو نقل الجسامين لها 27 فرع تعمل من خلال المتطوعين وبتعمل طبعا بتعتمد على المنح والتبرعات في عملها كان لها دور في أزمة كورونا لأننا بنتعامل مع المجتمع ما يسمى الألقاد المجتمعيين والمتطوعين اللي بيقدروا ينشروا الثقافة بتاعة التوعية الصحية والالتزام بالإجراءات الاحترازية كان لنا دور في أزمة كورونا خلال مجموعة من المحاور طبعا أهمها عمليات تعقيم وتطير موسعة لجميع المنشآت أو الأماكن على ترددات عالية عمليات التوعية الصحية اللي تمت من خلال المنصات الإلكترونية أو تمت من خلال التوعية الموجهة وجها إلى وجها أثناء صرف المعاشات للكبار السن أو الناس اللي بصرف مع الشفاء من خلال حملة تكافل وكرامة عملنا دعم نفسي اجتماعي للمصابين والمخالطين والمرضى أو أي حد كان بيقدر يوصل للجمعية قدرنا أن نوزع مستحضرات النظافة الشخصية والحماية الشخصية لبعض أو كثير من المستشفيات عملنا مستشفيات عزل بالتعاون مع وزارة ضم الاجتماعي ووزارة الصحة في اتنين محافظة كل دوة طبعا كان ليه دور في مواجهة فيروس كورونا المستجد تمام يعني نروح لمحور تاني هل ده بيبقى متواجد في كل الأماكن يعني أماكن كرة نجوع محافظات ولا ده بيبقى ليه دور مقتصر على الأماكن اللي هي المحافظات اللي هي زي العصمة القاهرة زي اسكندرية اللي للأحمر مصري بيعمل خلال المتطوعين اللي موجودين في القرى والنجوع المحافظات في بداية حملة كورونا أطلقنا حملة اسمها متطوع في كل الشارع قدرنا نكتسب أكتر من خمس تلاف متطوع كان الغرض فيها أن احنا يبقى عندنا متطوع في كل الشارع المتطوع دوت احنا بنعلمه زي ثقافة التوعية الصحية وازي يقدر يواجه فيروس كورونا وينقل المعلومات دي تلجرانه وللبيت بتاعه وللمنطقة فقدرنا نحصل على النشر المعلومة الصحية السليمة بعض القرى وبعض البيوت اللي اتعرضت لما يسمى العزل احنا كان لنا متطوعين فيهم كان بيقدر يقول لنا ايه متطلبات القرية او متطلبات البيت حتى من في الأدوية ناس كبيرة في السن كان في مساعدات غزائية قدرنا نوصل لكل زي ما تقول شارع في مصر حضرك بتقوم بتدريب مثلا انا النهاردة كمتطوع انا النهاردة مثلا انا عايز انضم للجامعية حضرك بتقوم بموضرة ان انا عايز في كل شارع او كل النجوع يبقى فيها ناس انت تأخذوا تدربوا ازاي يتعامل مع الحالة ولا كتوعية فقط ان انا اتعامل ان انا اوعيك لأ انت ممكن تحرص ازاي ممكن ايه الاجراءات الوقائية بتاعتك ولا بيتم التعامل مع الحالة لحين ان انا مثلا اطلب اسعية في التعامل مع ايه دودة لان انت في الاول بتوعي الناس ازاي تتعامل وزاي تحافظ على نفسه رقم اثنين لما بتظهر اعراض اه ازاي يقدر ياخد باله وعشان ما يتعديش هو كمان لحد ما يبدو يوصل للاجراءات السليمة يتكلم بقى وزارة الصحة وبعد كده وزارة الصحة تبدأ توجهه من خلال لو يقدر يروح على رجله او يقدر من خلال اسعاف المصر تمام لما هنرجع لدكتور احمد احنا داخلين على موجة يعني هي اكثر شراسة في العالم كله يمكن احنا الحمد لله لحد الان في مصر احنا مش حاسين بيها بس احنا بنسمع ارقام في فرنسا ستة وستين الف حيلة وارقام يعني ارقام مخيفة فالنهاردة هيئة الاسعاف احنا عايزين نعرف استعدادات هيئة الاسعاف لجائحة كورونا القادمة بصف انهم هو الحقيقة معالي الوزيرة امرت بتسخير كافة امكانيات وزارة الصحة وهيئة الاسعاف المصرية وكل ما يتعلق بصحة المواطن علشان نقدر نحق نوجه كل امكانياتنا باعلى كفاءة للتعامل مع هذه الازمة حقيقة احنا وفرنا كمية كبيرة جدا من المستلزمات مكافحة العدوى ومن المستلزمات الوقاية الشخصية جهزنا عربات الاسعاف فتاعتنا كاملة بكل المحتويات المطلوبة لتطهير السيارة الاسعاف علشان ما تبقاش هي مصدر منها العدوى جبنا كل المستلزمات وقاية الاطقم الطبية العاملة على سيارات الاسعاف لان الاطقم الطبية دي لو لا قدر الله حصلها مشكلة اصابة بالمرض انا مش بس بقى عندي مريض زيادة لا بقى عندي مقدم خدمة صحية اللي هو بتعامل مع عدد اكبر من المرضى والمصابين فلديه خسارة مزدوجة فكان لزاما علينا كميثاق شرف ان احنا نحافظ على الرجالة بتاعتنا اللي شغالة وشايلة المرضى والمصابين في مختلف حيات الجمهورية فاحنا قدرنا نوفر كل مستلزمات مكافحة العدوى اللي تحميهم من ان هم يتعدوا وان هم يكونوا مصدر نقل عدوى للناس التانية اللي بتركب معاهم في العربيات ادوات تطفير سيارات الاسعاف بالكامل خطوات تطفير سيارات الاسعاف بالكامل عملنا مقترحات كتير جدا ونقشناها مع دول مختلفة في مجال تبادل خبراتنا بين وزارة الصحة المصرية وبين مسؤولين الصحة في مختلف عن حي العالم فيما يتعلق بمكافحة العدوى في سيارات الاسعاف وطرق نقل المرضى المصابين بفيروس كورونا علشان يبقى عندنا معلومات محدثة عن التجارب اللي حصلت في مختلف عن حي العالم فيما يتعلق بها الآن مرضى تمام ده انا عايز بردو ده هيرجعنا لحاجة تانية انه النهاردة انا عندي مريض كورونا فانا النهاردة انا اتصل بهيئة الاسعاف على طول ولا ده بحضرك بتنصح ان انا الاول اتصل بوزارة الصحة اشوف المستشفى ده انا موجه ليها ولا هل هقية الاسعاف بيبقى عندها البيانات كاملة بتاعة المستشفى اللي انا النهاردة مريض كورونا اتصل بيئة فهو بيوجه مباشرة للمكان اللي ينفع المريض يخش فيه بصف انتما هو الحقيقة المعتاد ان المريض ما بيبقاش عارف انه عنده كورونا المريض بيبقى مشتبه انه عنده كورونا اشتباه الكورونا ده بالنسبة لي مريض عنده مشكلة تنفسية تستدع انه هو نتواصل معاه نعرف اذا كانت المشكلة دي فعلا تستدعي نقل فورا الى عارب مستشفى تقيم الحالة وهي تقول اذا كان عنده مشتبه فيه فعلا ولا ده دور برد عادي او دور كوح عادي ده بيركعنا ان فيه مستشفيات ما بتقبلش الحالات اصلا يعني احنا في بعض المستشفيات مثلا بيقولك لا بيقولك احنا بنقبلش كورونا ومن على باب المستشفى بما تشوف وده بيطبق على المستشفيات الخاص والحكومي يعني ده مستثنى ولا ده مستثنى لان انا شفت حالات هيئة الاسعاف راحت بيها لحد المستشفى وبعا كده رجعوه فعشان كده هلا انا بعرف ان فيه اتصال دائم مبين المستشفيات على اتصال دايما مع هيئة الاسعاف يعني ايه وسيلة التواصل ما بين المستشفى وما بين هيئة الاسعاف بص يا فانا فيه غرفة طوارئ مركزية اه بمعالي وزيرة الصحة امر بتشكيلها واناقادها الدائم اه الغرفة دي فيها ممثل من مختلف قطاعات وزارة الصحة وفيها ممثل من نهاية الصحافة المصرية على مدارة الـ 24 ساعة طول الوقت بحيث ان احنا لو عندنا حالة تم تأكيد انها حالة كورونا بتتسجل على السيستم بتاع الدولة اللي بتطلع منه الاحصائيات الرسمية اليومية اللي بتعلن عن طريق المستيات المتحدث الرسمي بتاع الوزارة وبيتم توجيهها من خلال غرفة الطوارئ المركزية في الوزارة الى المستشفى اللي هتستقبل هذه الحالة بالفعل لما يكم تأكيد انها حالة دي كورونا تمام يعني النصيحة اللي تقدمها انا النهاردة كمواطن مثلا عندي حالة كورونا لو الحالة تستدعي اتصل بالاسعاف ولا المفروض ان انا اشتبه في كورونا اتصل بالاسعاف انا يفضل على حسب المريض هو فعلا محتاج عربية السعافة هو ممكن يكون مشتبه انا ممكن درجة حرارته عالية بس انا ممكن انا ايه بس انا متأخرش على اي بلغبة تصبت جنة اي بلغبة جنة هم نروح نتعامل معها ونروح نشوف القصة بتاعة المريض بتشخيصه بوضعه بفحص المريض وعلاماته الحيوية وبناء عليها بنحدد الديستينيشن لا انا قصدي ان انا علشان محملش الاسعاف قصدي ان هو يبقى موجه ان انا النهاردة عندي قزمة لقدر الله فهي حاجة كبير فعلشان حد تاني يستحق الاسعاف تروح له فانا بوجه مثلا نصيحة للناس انا نهاردة بس انا راجد حرارتي عالية فاروح المستشفى على طول ممكن يكون دور برد ممكن ما يكون شو كورونا وده بالضبط اللي حصل مرة الفاتت اللي حصل مرة الفاتت معايا وزارة الصحة برضو امر بتشكيل غرفة عمليات مختلفة عن غرفة عمليات الاسعاف اللي كان الرقم مختصر بتاعها 105 105 دي كان فيها مجموعة كبيرة جدا من الاطباء اللي هما بيسمعوا شكوة المريض ويسألوا الاسئلة المختصة بتشخيص عن طريق التليفون اذا كانت الحالة دي اشتباه كورونا ولا الحالة دي دور برد عادي وبالتالي لو الحالة اشتباه كورونا كان البلاغ بيجي لنا من 105 على 123 يقول ان في حالة الدكاترة اللي بقاعدين في 105 اشتبهوا انها كورونا وبيحولها لنا على 125 علشان نروح ناخد الحالة دي ونتوجه بيها على المستشفى معين تمام اصدر حالك ان هو اتصل ب 105 فبيعرف التشخيص الحالة فبناءا عليه انا باتصل بالاسعاب او الاسعاب هي بتحولني على طمو بشارة الاسعاب اوتوماتيك 105 بتحولني بالزبط كده فان تمام احنا نروح لدكتور رامي ونعزين نعرف حضرتك المصادر التمويل بتاعت الهلال الاحمر هل هي بتبقى عمال تطوعية هل هو عنده عملية اكتفاء ذاتي هو مثلا بيقوم بحاجات معينة زي حاجات مثلا مشارية معينة هو بيعملها تعمله اكتفاء ذاتي هل هو قائم على التبرعات بس هل العمال التطوعية بس ونعزين نعرف الجمعية ايه بص الجمعية قوامها المتطوعي دوت راسمالها هو الحقيقي هو المتطوع ويبقى عندنا طبعا دورة كبيرة لبناء المتطوع عشان يبقى متطوع للأحمر المصري مش بس بيجي يقولك انا متطوع لا احنا عندنا نظام للتطوع في الأحمر المصري الجمعية معتمدة على التبرعات طبعا في انها تقدر تكمل مسيرتها والشراكات اللي بنبرمها مع الجمعيات المماثلة لدينا في العالم او من خلال الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب على مستوى العالم دوت راسمال الجمعية حاجتين هنا متطوعين والتبرعات والبرامج اللي احنا بنعمله عندنا 8 مستشفيات خمس بنوك دم كله دولة موجودين في انحاء الجمهورية اكتر من 330 عيادة بس دولة كلها طبعا ما هيش بالاسعار بتاعتها رمزية لانها بتعمل اكثر دعم المجتمع انا النهاردة اختارك بتختار انا كمتطوع بتختار ان انا كمتطوع بيتوافق علي او متفقش علي من انا عليك بص عدرتك كل المتطوعين اللي بيقدموا للجمعية احنا بعد لما بيقدم احنا بنعمل زي ما يسمى induction course كده يعني بنعرف الناس الهلال وبيشتغل ازاي وبعد كده بنبدأ نقول له احنا عندنا في مجالات مختلفة عندنا مجالات الصحة وبتندلج بقى تحتها الحاجات بتاعت التوعية الصحية الحاجات بتاعت لو الناس هتشتغل في التطايمات الازمات والكوارث البرامج والمشاريع كل دوة بنبدأ نعرفه المتطوع بعد كده المتطوع بيختار المجال اللي هو شايفه كويس ما عندناش تفريق احنا بنقبل كل المتطوعين لان هم دولة راس مال الجمعية تمام ايه النهاردة حضرتك مثلا تبرق تبرق بالدم الكلام دو في بعض الاقاويل تقال ان مثلا في بعض الجمعيات بتبرع بالدم فهم بياخدوا الدم يروحوا مثلا فهم بيخلوا الناس اتقيه اما شوف حده والمفروض ان ان انت من النهاردة بتشوف تبرق بالدم مفروض الدم ده بيوصل لمكان ففي بعض الجمعيات بتقول ان انا لأ انا بالدم ده بيوصلش للحاجة المخصصة لي فالجمعية عندكو بتحط المعايير دي بقول انا على ايه او ايه اللي يضمن لي انا كمواطن ان حضرتك بتاخد الدم بتاعي اللي هو المفروض انا بتديه لحد مريض وهو محتاج اه مثلا مستشفى حكومي لان اكياس الدم بتوصل برضو تساعات لا اسعار يعني اسعار كبيرة من صغير ايه اللي يضمن لي انا كمواطن ان انا عما اروح اتبرع بدمي فهو بيوصل للمكان الحقيقي بصف انا احنا عندنا فيه جهتين رقابية على بنوك دم الجمعية الوحيدة في مصر اللي لها قرار لتخصيص بنك دم قائم لوحد وهي جمعية الاحمر المصر يعني عاماتا ببنوك الدم تبقى في المستشفىات بس الجمعية دي هي الوحيدة اللي بتمتلك هذا القرار بحكم طبعا تواجدها وحكم قوتها وحكم انتشارها في العالم كله اللي فيه اجهزة رقابية بترقب على بنوك الدم من وزارة الصحة ووزارة ضمن الاجتماعي فالموضوع يعني تحت مظلة وزارة الصحة ووزارة التضامن ما نقدرش نشتغل براه تماما النارد لو انا مواطن مثلا عندي حالة في مستشفى حكومي انا رايح للجمعية ايه الطرق اللي انا اخدها علشان اروح اجيب من الجمعية انا محتاج مثلا اكياس دم فايه الطرق اللي اتخليني اوصل للجمعية عشان اجيب اكياس الدم بيجيب طلب من وزارة الصحة او طلب من المستشفى اللي هو فيها زي ما حارتك ذكرت بيقول ان انا فصلت كذا والوزارة او المستشفى بتقول انا ما عنديش الدم دوت فبيجي جمعية الهلال بيقول انا محتاج الدم دوت بالطلب وبيجي مختوم واذا اللي احنا بنشتغل به بالتعاون مع وزارة الصحة تماما عندما فيه اتصال ما بين وزارة الصحة لازم يجيلي طلب الوزارة بيقول ان انا محتاج كذا عشان ما ياخدش الدم يبيعه هل حرج بيبقى موجود بعض يعني مثلا بعض الحالات ان اما عندك حاجات فصائل ندرة فصائل مش موجودة ولا دايما الحالات اللي هي حالات حارجة جدا انت دايما بتوفر لها الدم لا احنا عندنا كل الفصائل لان انت لما بيجي متبرع انت الطبيعي بتقبل اي متبرع بيجي لك انت بتقبله وبعد كده بتبدأ تشوف الاختبارات اللازمة خلو الدم من الفيروسات وبعد كده بنشوف الفصيلة بتاعته بتبقى ايه دايما ايه لنا الحاجة تانية ان في بعض الناس بتشتكي منها صدام هل هم عدم المهم بوجود الجامعية هل انا مثلا انا متوفر عندي بس هو ما عندوش المعلومة اللي تخليني انا كمواطن اه بسيط او ان انا الامكانية المستمحالي ان انا اطلع من المستشفى ااخد بيها طلب ممكن يكونش عندي وعي لده لا انا عايزة اوضح حاجة احنا احنا لازنا الجهة الوحيدة في مصر المعنية بالدم اللي بزارة الصحة من خلال من خلال لا من خلال بنوك الدم المركزية هي جهة معانا احنا جهة مساندة ومساعدة لوزارة الصحة ده التصنيب بتاع الجامعية احنا مكملين لها طبعا يعني انا مش هقولك ان طبعا فيه احتياج كبير للدم لان انت عندك فيه حوادث طبعا الناس بتاخد دم كتير فيه الاطفال بتوع السلاسيميا يعني ده طبعا احتياج كبير جدا كلما كتر التعداد السكاني كلما كتر احتياجك للدم ممكن يكون الثقافة بتاعت التبرع مش موجودة كتير في مصر ان الناس متبرعين ويبقوا هي من الثقافة قدما هي بعض الناس بيوصلوا البعض ان دي تجار يعني انا باخد كيس الدم ازاست العصير بتاع تقو بيروحي بكيس بتاع لا يا ثقافة ثقافة لان انت مثلا لو بصدت لو سألت نفسك انت اخر مرض برعت بالدم امتعت ليك مثلا من سنتين صح؟ طيب ده معناها ناقص ثقافة عند الناس وده ممكن يكون دور نحنا بقى ان احنا بنحاول ننشر الثقافة دا ما هو دور ده هد فيه دور توعية حسنا راجب ايه ايه الادوار اللي بتقوم بيها علشان توعي الناس وصو بنعمل حملات بنعمل حملات للحس على التبرع في الدم داخل الجامعات داخل الشركات داخل الفنادق داخل الحكومة كل ده بنقدر نعمل هل ده بيض قدمير مرتود مع الناس؟ اه طبعا ده احنا الحمد لله نتائج بتاعتنا في الحملات كويسة جدا كا كا بنك دم او على مستوى الدولة كمان ان الدكتور احمد الحوادث احنا عندنا النهاردة مشاكل الحوادث يعني احنا بنسبة بتايقلي هي الاسعاف يوميا بتستقبل ماله يقل عن قل يعني وقتا ما اقول انا ما استقبلتش قال في حالة حدثة في مصر فانت يا حضرك الاجراءات اللي بتعملها علشان تغطي كل اللي بيحصل او كل الطرق الموجودة في مصر دي ايه؟ طيب خلينا نطلع من السؤال ده بسؤال اوزع شوية هو احنا ايه اشكال الخدمات اللي بنعملها بعربية الاسعاف بعربية الاسعاف عندنا بتنقل مجموعة من الخدمات بنقسمها الى خدمات اولوية اولى وخدمات اولوية تانية وخدمات اولوية تالتة خدمات الاولوية الاولى دي مش بتشمل بس الحوادث لا بتشمل الحوادث وكل ما يؤثر او يهدد على حياة الانسان او يهدد احد اعضاء هذا اللي بنقاد بالاضافة الى كل الامراض او الطوارئ الطبية العاجلة زي الازمات القلبية زي الازمات التنفسية زي الجلطات القلب وجلطات المخ دي كلها حاجات مهمة جدا ان احنا اوصل لعربية الاسعاف توصل لعربية الاسعاف ليها بسرعة جدا في حاجات تانية بقى اقل خطورة ممكن تتأخر شوية عربية الاسعاف عليها على ما توصل لها علشان عامل الوقت عندها مش اهم حاجة او لا يؤثر على حياة الانسان زي حالات مثلا النقل ما بين المستشفيات او نقل عيان علشان يروح يعمل اشعة او يعمل تحليل في مركز طبي او يعمل متابعة في مستشفى في عيادة او حالات اقل بقى من دي كمان اللي هي زي الحالات اللي خلص اجراءاته الطبية في مستشفى ومحتاج ان هو عربية الاسعاف تنقله من المستشفى تروحه السكن او تنقله من سكن لسكن او من سكن لأي جهة يخلص فيها اي اجراءات ويرجع تاني دي تصنيفة الحالات الاولوية اولى اولوية تانية اولوية تالتة علشان نقدر نوصل لكل حالات الاولوية الاولى بسرعة جدا في زمن استجابة يحافظ على حياة المواطن اللي طالب عربية الاسعاف في عربية اصعاف مخصصة كعربيات اولوية اولى العربية دي ما تطلعش لأي خدمة تصنفها خدمة من الاولوية التانية او الاولوية التالتة حتى لو الخدمات دي محطوطة على الانتظار عندي رغم ان العربية متاحة ليه؟ عشان انا ضامن لو لا قدر الله حصل لحي حاجة طريقة سواء طواري طبية او حوادث في هذا المكان تبقى العربية متاحة تطلعها على طول فانا اللي يفرق معايا كعيان ان انا العربية توصلي لما يكون عامل الوقت مهم بالنسبة لي وهو ده اللي احنا بنقدر نحاوله في الحوادث تمام انا النهاردة مثلا يعني انا لكن معنا كده ان في عربيات معينة بتصنف ان انا عندي حدثة في حركة بتبلغك ان عندي حدثة بتبعث لي العربية اللي هي تقدر توصلي في اسرعات مهم صحيح تمام دلوقتي انا ممكن مثلا ده معرض هل انتو بتاخدوا اجراءات وقائية للاسعاف النهاردة انا ممكن نكون المريض دوت عنده لقدر الله ايدز عنده فيروس سي عنده الكلام ده كله فده ايه الاحصائيات او ايه الحاجات اللي بتتخلي حضرتك كمصعف او انت بتأمينه ازاي مصعف انه بجميع الحالات نطلع فاصل وبعد كده نجواب على السؤال نطلع فاصل اعلان ونرجع لحضراتكم مرة تانية ورجعنا لحضراتكم مرة تانية مع ضيوفنا نرجع لدكتور احمد نرجع لسؤالنا تاني كنا عايزين نعرف حركة الاجراءات الوقائية اللي بتقدمها اللي بتحمي المصعف اللي هو من اهلنا اللي هو من اخ اخ اب لكل مواطن ده انت بتوفره الحماية دي ازاي بصف انت بتقول لعربات الاسعاف محطوط فيها كافة وسائل مكافحة العدوى اللازمة للتعامل مع او لحماية المصعف اثناء التعامل مع اي حالات مرضية او اي مصابين بيشيلهم والتعليمات اللي موجودة عندهم والتدريبات اللي هما بيتلقوها باستمرار بتعرفهم دايما ان احنا بنحافظ او اول اولوياتنا هو امان المصعف نفسه مطلوب منه ان هو يحافظ على نفسه هو بتعامل مع كل حال مش بس عشان هو ما يتعليش لا عشان كمان ما يبقاش هو مصدر للنقل العدوى للناس التانين او المرضى التانين اللي بيركاموا معه في عربات الاسعاف العربات كلها مجهزة فيها جوانتيات طبية فيها صابونسايل فيها كلور فيها كحول فيها مسكات جراحية فيها ادوات وقاية شخصية كاملة للتعامل مع الحالات بامان ولتطهير العربية تاني ودي حاجة تانية مهمة جدا محتاجين نأكد عليها تطهير العربية ما بين نقل كل حالة وحالة تانية علشان لو الحالة اللي رجبت العربية دي فعلا ونزفت في العربية او هي كانت بتنزف واحنا بدأنا نتعام معاه في الاسعافات الاولية داخل السيارة وكان فيه بقع من الدم او نزيف على ارضية العربية او على الترولي ولقالت عليها مصاب تاني من غير ما عقم العربات دي وانا اضافها انا ممكن اكون مصدر للنقل العدو علشان كده العربات كلها بتتطهر وبتتعقم بعد كل حالة مرضية بتركب فيها وبعد كل مصاب بيركب فيها اما ركب فيها حد تاني تمام ده نروح لدكتور رامي كنا عزين نسأل حضرتك هل انتوا في الخطة الموضوع بتاعتكم مشاريع تعمل اكتفاق زيدي يعني انا النهار ده متطوع ليه ما استغلش الناس المتطوعين دون ان انا اعمل مشروع يخليني يعني على الاقل اعمل اكتفاق زيدي النفسي بنسبة 50% و50% مثلا اللي هو التبرعات هل فيه في الخطة موضوع عند حضراتكم خطة موضوع ان انتوا تعملوا ده بص احنا الجامعية زي موضوع حداتك بتعتمد على التبرعات زي اي جامعية او لا تبتغي الربح الحاجة التانية احنا عندنا فيه بعض المشاريع اللي هي المشاريع الصحية وزي يعني المشاريع الصحية دي يعني الفلوس اللي داخلها تقريبا جزء كبير بتصرف منها على المشاريع فتقدر تقول انها يعني الى حد ما عملال اكتفاق زيدي اللي بنتكلم فيه بقى التوسع في اعمال الجامعية انه يبقى ليها دور اكبر وبتاع ده بيتطلب برضو فلوس اكتر عشان كده برضو بنحس الناس على التبرعات لان في الاخر الجامعية هي اسمها جامعية وطنية ذات نافع عام فالفلوس اللي الناس بتدفعها فيها هي بتاعتها هي اللي بتستفيد بها تاني ما كنا عزينا في النقاط اللي بتدور عليها الجامعية يعني انا لنهارده كجامعية بساعد الصحة بس ولا بساعد الحروب ايه دور الجامعية كنقط معينة الجامعية معنية بالازمات والكوارث خصوصا الكوارث الطبعية هو ده اهم حاجة ومساعدة السلطات العامة طبعا اسناء الحروب برضو لها جزء كبير جدا في نشر ثقافة الاسعافات الاولية في التدريب الاسعافات الاولية للمجتمع لها جزء كبير معني بالصحة لها جزء كبير معني بتدريب التمريد تقديم الخدمات الصحية تقديم الخدمات الخاصة بحملات التطعيم كل دوت في لحية النظام الأساسي بالجمعية الكبارس الطبيعية طبعا سواء كانت أقدر الله أن يسيول زلازل كل دوت الجمعية لها دور كبير فيه من ناحية إقامة سواء في الاستجابة الأولية أو في الاستجابة السنوية من ناحية إقامة المخيمات عمل النقاط الطبية داخل المخيمات توزيع المساعدات الإغاسية توزيع المساعدات الإنسانية توزيع المستحضرات الخاصة بالأدوية الأجهزة الطبية كل دوت اللي هي نور كبير برضو هي الإغاسة الدولية يعني إحنا كان لدينا تواجد في أزمة السودان ولبنان فترة اللي فاتت قمنا بالتعاون طبعا مع وزارة ضمن الابتماعي اللي هي الجمعية بتعمل تحت قيادتها بتوصيل أكتر من 200 طن من المواد الإغاسية والغزائية إلى لبنان بالنسبة للسودان بعتنا فريق إغاسة دولي قاعد في السودان لمدة 3 أيام ساعد الجمعية الهلال الأحمر السوداني على تقييم الوضع وتحديد الاحتياجات وإعادة رسم المخيمات كل دوت الجمعية بتعمل تحت السلطات بتوفر إيه؟ يعني الحكومة بتوفر إيه للجمعات الهلالة؟ لا الحكومة بتساعدنا كتير بتساعدنا بتدينا التصريح اللازمة بتدينا تخصيص للأراضي لما كان فيه لوكداون أو كان فيه الحظر دوت يعني كونا بناقدر نشتغل طبعا بمساعدة السلطات والحكومة بتساعدنا كتير التنسيقات العرضية اللي بتعاصل على مستوى المحافظات جميع الجهاز المعني بالأزمات والكارس في كل محافظة جمعية الهلالة الممثلة فيه بالإضافة إلى رئاسة مجلس الوزراء جمعية الهلالة الأحمر المصري في دعم واتخاذ القرار طبعا يعني ده هؤلاء راكتاني أنا كمواطن فيه حد مثلا محتاج المساعدات اللي هي المساعدات الاجتماعية كماديا كحد مسنة ككل الكلام ده هل حضراتكم ديكوا دور معايا؟ لينا تنسيق مع وزارة التضامن آه لأني لينا دور في النواحي الاجتماعية كتير جدا بنساعد طبعا المتضررين حتى الناس اللي فقدت عملهم آه لنا ساعد في بالينا تدخل معاهم بعد التنسيق مع وزارة التضامن طمعا نروح لدكتور أحمد كنا عايزين نعرف التأخر الإسعاف على المساعدة ده هل حضراتكم عملتوا التطوير لي؟ او ايه ايه الخطة التطوير اللي حضراتكم؟ يعني احنا شايفين الفترة اللي فاتت ان في بعض الناس لا هيئة الإسعاف في التطور المستمر كنا عايزين نعرف التطور بدأ من امتى؟ وليه هيئة الإسعاف جات في فترة كانت ليها هبطت وبعد كده رجعت بدأت ترجع بكفاءة؟ وايه خطة التطوير اللي حضراتكم عاملينها لهئة الإسعاف؟ بصف انا ما احنا الحقيقة كانت الإسعاف في مصر كانت بتتبع مدريات شون صحية وكانت كل مدريات شون صحية بتتحرك جواه أو الإسعاف بتتحرك جواها طبقا لرؤية شخصية لمدير هذه المدرية لحد أما طلع القرار الجمهوري بالإنشارة الإسعاف المصرية في سنة 2009 وكان الغرض منه توحيد مفهوم واستراتيجية واستجابة الإسعاف على مستوى الجمهورية بدأت مرافق الإسعاف المختلفة اللي في المحافظات المختلفة تنضم الهيئة الإسعاف المصرية تباعا وبدأت هيئة الإسعاف توزع العربيات بتاعتها اللي هي كلها بنفس الكفاءة ونفس التجهيزات على مستوى الجمهورية وده خلنا نوحد المعايير اللي بتعمل معها مع العيان بيها من أول اسكندرية حد أصوار بقت كل الناس عندها بتاخد نفس التدريب على قدير نفس المدربين بتتعامل بنفس العربيات بنفس الأجهزة بنفس التجهيزات الطبية بنفس المستنزمات بنفس الأدوية بنفس بروتوكولات التعامل بنفس طرق الإسعافات الأولية في كل ألحاء جمهورية مصر العربية فده في حد ذاته توحيد للمعايير وتوصيل للمعلومات الحديثة طول الوقت لكل ألحاء الجمهورية ده مهم جدا وده أنا شايفه أحد أهم أسباب التطوير اللي حصلت الفترة اللي فاتت يمكن في السنتين اللي فاتوا كان عندنا دعم مستمر جدا من معالي الوزيرة لتطوير هيئة الإسعاف المصرية كجزء من منظومة الصحة في مصر والحقيقة هي كانت مهتمة بتطوير الإسعاف في شكل كبير جدا بدأ يبقى عندنا دعم أكتر في مجال الأدوية والمستنزمات عندنا دعم أكتر في مجال العربيات في مجال تدريب المصعفين فالدنيا بدأت تنتشر أكتر بدأنا نتوسع في استخدام التكنولوجيا المختلفة علشان نقدر نحدد مكان المصاب أسرع نتواصل مع المصاب بشكل أسهل نقدر نوصل للمصاب بشكل أكبر من خلال توسع في انتشار تمركزات الإسعاف على مختلف أدحاء الجمهورية تمام ده بيرجعنا لحاجة تانية هل الإسعاف عندها؟ يعني موجودة هيئة الإسعاف بكفر إسعافات؟ لا هيئة سيارات إسعاف فقط ولا في حاجات تانية موجودة بنقدمها يعني مثلاً نهاردة عندنا السفن لو عندنا مشكلة مثلاً لقدر الله سفينة غرقانة الكلام ده إيه دور هيئة الإسعاف مع الحاجات دي؟ لا يا فندم احنا عندنا الإسعاف النهري والإسعاف النهري ده كمان موجود في محافظات مختلفة موجود في الأليوبية موجود في القاهرة موجود في الجيزة موجود في أسوان في الأقصر فعلي في مصر موجود عندنا إسعافات نهري آه يا فندم احنا عندنا 11 لنش إسعاف نهري موجود متوزع في القاهرة والأليوبية والجيزة وأسوان والأقصر الإسعافات الإسعاف النهري كلها مجهزة تجهزة يعني مركزة وليها دور مهم جداً في إنقاذ الغرقة لو حصل لقدر الله أن أحد السفن اللي بتتحرك في مجرى نهر النيل اللي حصل لها غرق لأي سبب من الأسباب أو حصل أن أي حد من الركاب على هذه السفينة حصل له حلمة راضية معينة ومحتاج إن هو يتحرك في السفينة دي يطلع بره علشان يروح مستشفى فإحنا بننقله من خلال اللانشات كمان في بعض الجزر العيمة اللي موجودة في المجرى الملاحي لنهر النيل الجزر دي مفيش طرق ربط ما بينها وما بين لسه نتكلم عنها فعلياً بالظبط بالظبط كده فإحنا لو حصل أي حلمة راضية على هذه الجزر بيتصلوا 123 123 بتبعت البلاغ للانشات الإسعاف علشان الأقرب لانش يتحرك للجزيرة ياخد المريض أو المصاب اللي موجود في الجزيرة دي ويطلع بيه على مرسى النهر وبيكون منسة عن طريق الجهاز اللاسلكي مع عربية إسعاف تستقبله على المرسى الملاحي للانش وتاخد منه المصاب تتحرك بيه على المستشفى المطيب كمان خدمة الحضانات دي خدمة مهمة جداً 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 بتقدمها هي تسعاف المصرية وإحنا عندنا حضانات مجهزة على أعلى المستوى وفيها حضانات كتير جداً مجهزة على كمان بأجهز التنفذ الصناعي بحيث إن إحنا نقدر من الأطفال المبتثرين إلى الأماكن اللي موجود فيها حضانات لو حالة الولادة حصلت في المستشفى والطفل طلع محتاج حضانة والمستشفى فيش فيها مكان فإحنا بننقله برضو الأعرب مستشفى فيها حضانة عن طريق سيارات إسعاف مجهزة بحضانات عندنا كمان خدمة الإسعاف الجوي ده معلش النقطة ديت يعني أنا النهاردة لو عندي طفل محتاج حضانة واتصالت بهاية الإسعاف هي بتقدر توفر لي حضانة؟ أوفر لحركة عربية إسعاف مجهزة بحضانة تقل حضرتك للمكان اللي متسألوا فيه الحضانة يعني لازم أنا كمواطن أضبط المكان الأول إن أنا هنقله عليه حتى ده برضو وزارة الصحة نسأته عن طريق رقم 137 ده رقم مختصر تاني معني بس بالتنسيق لتوفير أسرة الرعايات والحضانات المركزة في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة ده سؤال خارج النطاق شوية لأنه إحنا بنقول ممكن يكون إحنا عندنا مشاكل في الحضانات هل هيئة الإسعاف؟ ده لمساة ولا إحنا ما عندناش أزمة؟ يعني هل موجود؟ يعني هدك إنه من نهاردة اتصلت؟ ممكن أتصل يعني المتاح لي أن أنا أتصل باية الإسعاف أنا عندي طفل بستغيث إن أنا عندي طفل محتاج حضانة أنا هبعت حراكة العربية تمام؟ والمستشفى هتنسأ لحضرتك من خلال طوارئ وزارة الصحة رقم 137 المستشفى اللي حرك فيها هتنسأ لحضرتك المكان اللي هتنقل على الطفل وأنا هبعت الحراكة العربية المجهزة بالحضانة تمام؟ وجهاز التنفذ الصناعي الخاص بالمبتترين علشان ننقل الطفل من المستشفى الغرك فيها المكان التاني اللي نسأيته وزارة الصحة تمام؟ وكننا عايزين نعرف هل في وسائل تاني لقيقة الإسعاف حاجات جوية؟ آه يا فانتم عندنا الإسعاف جوي وإحنا بننقل فعلا خدمات سواء على طيارات كوميرشيال يعني طيارات ركاب بعد ما بنحول جزء فيها لمكان مجهز لنقل حالة مرضية أو مصاب بكل تجهزات طبيعية اللي احنا محتاجينها أو على طيارات إسعاف قصة بالتعاون مع مركز بحث والقصف في قوات المسلحة آه كمان بنعمل خدمة تأمين المؤتمرات آه تأمين الأحداث السياسية الهامة تأمين الحفلات اللي ممكن يبقى فيها تجمعات كبيرة كل دي حاجات احنا بنشارك فيها بتأمين مش بس بعربيات سعاد بعربيات وبأيادات طبية مجهزة بأعناق مستوى عناق مركزة علشان نقدر نتعامل مع أي حالة مرضية ممكن نقابلها آه في أماكن التجمعات ونتعامل معاها ونحركها للمستشفى اللي واحدة محتاجين أو نديلها الكير اللي محتاجاه في المكان اللي هي موجودة فيه تمام بنروح لدكتور رامي كنا عايزين نعرف من حضرتك آه الإحصائيات اللي حضرتك السنوية اللي حضرتك بتقدمها فعليا على مستوى الجمهورية هل عندكم إحصائيات بتعملوها لعدد المساعدات الفعلية اللي بتقدمها بتوصل حقيقي بيحس بيها المواطن بص احنا بنعمل طبعا إحصائيات سنوية يعني مثلا لو نتكلم في عدد تدريبات الإسعافات الأولية اللي عملناها للجمهور اللي بيستفيد بيها مثلا ممكن ده يعدي أكثر من خمسين ألف مستفيد لو تكلمت في عدد عمليات الإغاثة مثلا ممكن توصل أكثر من ألف بيستفيد بيهم أكثر مثلا من تلاتين ألف أسرة بتستفيد في العمليات الإغاثية لو تكلمنا في الخدمات الصحية أنت بنقدر نعدي 250 ألف خدمة صحية من خلال المستشفيات والمراكز الطبية عدد مثلا إذا بالدم اللي بنقدر نخدم بها الناس ممكن تعدي أكثر من ثمانين ألف مستفيد في السنة على مستوى الجمهورية الإحصائي موجودة بالأرقام اللي أنا قلت على ذلك خلينا في جائحة كورونا أنا النهار ده مثلا مواطن بسيط ما بعرفش أوصل أو أن أنا عرف تواصل مع رقم 105 أو الرقم المخصصة وزارة الصحة هل متوفر عند حضركم في الجامعية أنتوا تقدروا توفروا أنتوا تعملوا اتصال بوزارة الصحة وتوفروا للحالة ده عندنا خط سخن في الهلال الأحمر المصري 15-23-22 الخط دوت ممكن بيستقبل عليه بلاغات خلاص البلاغات دوت على حسب نوع البلاغ لو البلاغ ده خدمات طرقة يعني محتاجة دلوقتي تدخل إسعاف احنا بنقدر نتواصل مع حياة الإسعاف ونحول البلاغ لأنه طبعا المواطن بعايز يوصل لأي حد في أي طريقة أو بعد كده لو المواطن دوت عبارة عن بيسأل أسئلة طبية احنا عندنا في عيادة الكورونا الفيرشوال أو الهوائية بنقدر نحوله للأطباء الخاصين بلالأحمر المصري بيقدر يجاوبوا على الأسئلة ويقدر يتابعوا ويقدر يشوف لو التدخل أو الحالة ديت محتاجة نقل إلى المستشفى ولا لأ أو محتاجة أنها تقدر تكمل العلاج في البيت آه لأنه طبعا فيه بروتوكولات علاج في البيت كتير جدا وإحنا برضو ماشينا على البروتوكولات الخاصة بالعلاج في البيت هل حضرتك دائما بي عندك بيانات للمستشفى التي فيها أماكن أو ما فيهاش أماكن الأماكن لا أقدر أنقل فيها المصاب يعني مثلا ده حاجة أنت حضرتك بتأملها زيادة أن أنا بدلا ما أكلم وزارة الصحة وزارة الصحة توجهني مثلا ممكن يكون فيه ضغط مثلا على رقم وزارة الصحة فأنا بروح لجامعية الهلالة تصل بيها هل هو بيبقى حضراتكم دائما متواجد معاكوا بيانات مثلا مستشفى مبابا المستشفى العزل الموجودة فعندوك دائما بيانات موجودة إيه المتاحة أو إيه مش متاحة؟ دلوقتي الوضع في المستشفيات مش مستشفى عزل أنت دلوقتي أي مصاب أو أي حد شك أنه عنده كورونا هو ما بيطلبش الإسعاف لأن أنت الكورونا ده ما أنتش محتاج خدمة طرقة يعني أنت دلوقتي مش محتاج عربية الإسعاف فأنت بتبدأ تتصل بالخط الساخن وزارة الصحة أو الخط الساخن للهلال أو الخط الساخن حتى للإسعاف هو بيبدأ يوجهك والله لو وزارة الصحة أو الطبيب اللي هو وصله البلاغ شايف أن الحالة محتاجة تروح المستشفى بقولك توجه الأقرى المستشفى أنت مستشفى وزارة الصحة كلها بيحصل فيها ما يسمى الفرز لعيان الكورونا يعني بعد ما بيوصل هو بيتقال له والله الأعراض دي أعراض كورونا والأعراض عادية لو الأعراض عادية وما فيش ما يستدعي أنها تحتاج حاجز لأنه ما فيش ببلغه يقدر ياخد البروتوكول للعلاج ويروح البيت ويقدر يتابع بالتليفون بقى بيتابع مع أي جهة أو عايزة بيتابع مع مزارة الصحة بيتابع حتى مع الإسعاف لو هيقدر نقدم له خدمة بيتابع مع الإلال الأحمر المصري يبدأ بقى الموضوع من هنا تبدأ رحلة بقى العلاق هل العلاق دوت إحنا خلاص عندنا كورونا وتم تشخصها ونقدر نكمل ولا ده برد عادي وراح بعد يومين وخلاص وانتهى هيا الموضوع بيبقى كده المستشفيات متواجدة كلها بتعمل عملية فرز لجميع العيانين سواء كورونا أو غيره تمام الأماكن اللي حضراتك ووفرتوها كانت تقريبيا كامل مستشفيات العزل قد كامل كان العزل المواطنين في الكورونا عملنا مستشفى عزل في الشرقية مبنى عزل كامل في الشرقية وعملنا مبنى عزل في الفيون تمام وشاركنا طبعا في مبنى العزل الخاص بجنوب سيناء إحنا اللي قلنا على فرشة تاني تعاون بقى مع وزارة التضامن الاجتماعي في فرش جميع المدن الجامعية لأنه كانت مصارة تضامن معانية بفرش جميع المدن الجامعية عشان تشتغل كمرحلة في العزل بس يعني ممكن نقول إنها لو قلنا العزل ده درجات دي كانت بتشتغل مثلا درجة تانية للناس اللي هو مش محتاجة مستشفى تمام أنا عايزة النهاردة لو أنا مثلا مريض كورونا وعايزة أتصل بحضرتك عشان أنا أصلك هل وزارة الصحة اللي بتوديني مكان العزل الخاص بحضرتك ولا لازم أنا أتصل بجامعية الهلال لو هي عندها مكان فهي بتوديني لا الصحة وزارة الصحة هي المعنية بتحويل العينين لأن هي برضو الجهة المعنية بعلاج الناس في مصر فأنت دلوقتي لو أنت في عيان كورونا هو يعني لو حالته تستدعى مستشفى ساعتها في المستشفى المستشفى هي بتقوم بقى بعملية الإحل هل المستشفى هتوديني مكان عزل هل المستشفى هتدخلوا جوه المستشفى هل المستشفى هترجعوا البيت ما هو مالوش إلا تلات حاجات دي المعنى بيها لأ وزارة الصحة اللي بتوجه تمام نروح لدكتور رحمد كنت عزيزة حركة عن التكلفة بتاعة الإسعائف هل الإسعائف بصلا لها تكلفة؟ يعني النهاردة كمريب باتصل بالإسعائف في بعض المستشفى يقولوني لها تكلفة هل ده حقيقي؟ هل أريد أن نعرف اللوايح والقوانين بتقول أنا النهاردة حد غير مقتدر باتصل بقول أنا يا جماعة عندي مريض بيموت فإيه الإجراءات أو إيه هي اللي أنا كمواطن أتبعها وعريد أن نعرف هل فيها تكلفة؟ أنا مفهاش تكلفة بصف أنم أي حالة مرضية طريقة أو أي حالة إجراحية طريقة بما فيها الحوادث بيتم من أعلىها الأعرب مستشفى حكومي في نطاق الجغرافي للمكان بتاع الحادثة مجانا تمام؟ ولو مفيش مستشفى حكومي في نطاق الجغرافي للمكان الحادثة بيتم من أعلىها الأعرب مستشفى مجانا مدامة الحالة تهدد الحياة وتهدد أحد أعضاء الإنسان لو المريض طلب أنه هو ما يروحش أعرب مستشفى حكومي وهو حالته تستحمل أنه هو يتنقل لمستشفى أبعد هو يختارها فهو من حق المريض ان هو يختار المستشفى اللي هو عايز يروحها بس في حالة اختيار المريض للمستشفى اللي هو عايز يروحها وحالته الصحية مش خطيرة لدرجة تمنعني ان انا اودي المستشفى دي بساعة هتلقى الخدمة دي باجر لو المريض ده هيتنقل ما بين مستشفى المستشفى لعدم وجود الخدمة الطبية في المستشفى والمستشفى اللي هو ما يقوم منها والمستشفى اللي راح لها دي مستشفى حكومة تبقى الخدمة مجانية لكن لو المريض طلب ان هو يروح يتنقل على مستشفى خاصة علشان يكمل علاجه فيها ساعتها الخدمة دي تبقى باجر فهي فيه ليحة للدولة بتنظم عملية الحصول على مقابل مادي للخدمة الاسعافية الحاجة المهمة جدا نحن بقى عارفينها ان اللي بيطلب الرسوم دي او اللي بيحدد الرسوم دي غرفة العمليات فلو المواطن شاكك في قيمة الرسوم اللي بيطلبها منه المصعف من حقه اللي تصب 123 تاني اللي هو رقم الاسعاف ويتأكد من قيمة خدمة الرسوم الحاجة التانية ان كل عربية الاسعاف فيها دفاتر تحصيل رسوم فاي حد يدفع اي مبالغ مالية لأي مصعف داخل اي عربية اسعاف المفروض ان هو يتقاضى او ياخد الاصال سداد هذه القيمة من عربية الاسعاف او من المصعف اللي موجود معها لعربية الاسعاف عشان يتأكد ان الرسوم دي فعلا اتوردت لخزينة الدولة الفلوس اللي بتتورد كلها بتروح لوزارة المالية فاحنا هدفنا من الرسوم مش بس ان احنا او مش ان احنا نحن نحصل رسوم من المريض على قد ما هدفنا ان احنا نخلي فعلا الخدمة متوفرة للي محتاجها عشان نقلل استغلال سيارة الاسعاف استغلال قاطئ عن طريق بعض الناس اللي ممكن تكون عندهم نقص في درجة الوعي او استقافة فبيطلب عربية الاسعاف وما يكونش محتاج لها فعلا تمام هل التكلفة بتاعتها بتبقى انتو حطين ايه يعني انتو حطيني قيمة التكلفة بنقان عليه بنقان على المسافات اللي بتقطعها عربية الاسعاف في نقل الحالة المرضية او المساط لكن طول ما الحالة دي حالة مرضية منقولة لعدم توفر الخدمة حتى لو هصفرها من محافظة لمحافظة بتبقى الخدمة مجانية طالما بتتنقل علشان الخدمة دي مش موجودة في المستشفى اللي كان فيها العيان ورايح بجواب تحويل لأي مستشفى تانية في أي محافظة تانية حتى اوه ما عنديش مشكلة نقلها مجانة طالما العيان محتاج الخدمة دي تمام وبالنسبة لخدمة الحضانة للأطفال لو انا النهاردة بنقل طفل لأقرب حضانة هل دي هل هي تكلفة برضو؟ انا بنقلش طفل من البيت الحضانة دايما انا بنقل طفل يعني انا بنقول العربية المجهزة اللي بتنقل طفل حالته خطر جدا لو برضو بتنقل الطفل عشان حالته خطر جدا وبتنقله من مستشفى حكومة والخدمة مجانية لكن لو أهل الطفل طلب ان هو يتنقل على مستشفى خاصة علشان يودوه هناك يتعالي فيها ساعتك بخدمة برسومة تمام بنشكر حضرتك دكتور أحمد بنشكر دكتور رامي نهاردة يعني يا رب مكون وصلنا الرسالة لكل الناس وبنشكر حضرتكم على استماع كلنا ويا رب مكون وصلنا لكم ولو جزء بسيط من المعلومات اللي تخص كل مواطن مصر استنونا الحلقة اللي جاية شكرا شكرا